12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين تتوزع على مختلف المناطق اللبنانية وما يقارب 178 ألف لاجئ داخل هذه المخيمات والتي هي معسكرة وتضم فصائل مصلحة فضلاً عن وجود معسكرات فلسطينية خارج المخيمات جزء منها تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أي حركة فتح الجزء الثاني لحركة حماس والجزء الأخير منظمات إسلامية يتحكم بها حزب الله مثل عصبة الأنصار وجندي الشام فمن مرحلة اللجوء الإنساني إلى ساحة صراع سياسي وعسكري بين الفصائل هكذا تحولت بعض المخيمات والجميع يسأل أين سيادة الدولة؟ تخلف الدولة اللبنانية عن نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وأيضاً ضبط وتنظيمه داخل المخيمات تمهيداً لنزعه رغم أعلان السلطة الفلسطينية استعدادة لوضع حد السلاح الفلسطيني داخل المخيمات هو أوصلنا إلى ما نحن فيه انطلاقاً كمان من استراتيجية وحدة الساحات التي تبناها فريق إقليمي في المنطقة لربط كل هذا السلاح ببعض البعض بمحور تحذيرات من أن ينفجر الوضع يوزيها إصرار على إبقاء السلاح غير الشرعي رغم إسقاط اتفاقية القاهرة عام 1987 ومقدمة الدستور اللبناني واتفاق الطائف وقرارات هيئة الحوار الوطني عام 2006 للأسف اللاجئون في مخيمة الحلبة هم ضحية الجوار هو ضحية وبطبيعة الحال أحذر من أن يكون هناك انتقال لهذه المواجهات إلى المخيمات الأخرى انطلاقاً من قرار اتخذ بتفجير لبنان لفرض أجندة سياسية لا علاقة له بها إذن لا بد لنا من القول أن الأوان أن تبسط الدولة سيادتها وتنزع كل أنواع السلاح غير الشرعي